من جانبها أكدت المهندسة لمياء يوسف الفضالة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية أكدت على الجهود المبذولة في التعامل مع متغيرات الحالة الجوية التي تشهدها المملكة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية الجهود ليست بوليد اللحظة جهود كان فيه ترتيبات مسبقة العديد من الاجتماعات داخل الوزارة واجتماعات أيضا مع جميع الوزارات الحكومية مثل الداخلية تتمثل في الدفاع المدني الأرصاد الجوية يشكرون صراحة لأن أهم كانوا على طول يمدوننا بالمعلومات التي تتعلق بالتغييرات الجوية وما هو متوقع حدوثه من نزول الأمطار كمية الأمطار وحتى الوقت كان فيه دقة متناهية لتحديد حتى الأوقات والمواقع فبالتالي هذه سهلت علينا مهمتنا والله الحمد فكان الفريق متواجد قبل نزول الأمطار في المواقع المحددة اللي إحنا يعني صار فيه مسح شامل لجميع المواقع في مملكة البحرين حددنا فيها اللي تكون فيها ارتفاعات المياه يعني مرتفعة منسوب مرتفع بحيث أنه يعني يعيق حركة المرور فإحنا استبقنا هطول الأمطار أو نزول الأمطار عن مملكة البحرين الحبيبة على أساس كانت الآليات متواجدة وفريق العمل متواجد قبل نزول الأمطار ترجمة نانسي قنقر